المحاكمة انتهت باسانيو كان على واشا كان يدي لشايلوك 9000 قطع زهبية بدا ما ياخد لحمة او جزء من الجسم انتونيو لكن بورتش قفته قفته بقول شايلوك لم اتقرى ان تأخذ 9000 قطع زهبية شايلوك رفض ان يأخذ 9000 قطع زهبية لذا انا اسف لكنه لا يمكن ان تأخذهم لا يمكن ان يأخذهم تاجر المرابي ده المرابي لوشائلك لاما ياخد كلو اللحمة لو عايزو لاما يروح من غير اي حاجة وخلي بقى لك لما تكتع من صدر انتونيو تخلي بقى لك ان هو ما يفقدش اي دم شايلوك وان اخدش هو الاكتر والاقل من كيلو او باون دا عن رطل يعني قريب من كيلو اه or you will do you are a wise young lawyer غاتيانو غاتيانو بيصرخ ويقول انت محامي شاطر what is it moneylinder ما هزا يا المرابي don't you want to take your pound of flesh now انت مش عايز تاخد اللحمة بتاعتك ليه متوضل بورتش اللي عمنا نفسها محامي no سيد زعي look look can't i just take my three thousand gold coins طب ممكن اخد ثلاث تلاف قدع زعبية بتوعي and forget the agreement وانس الاتفاق yes ام بسانيو ام اقلو yes i have your money here take it خد فلوسك اي قرأت بسانيو تاني يصرخ بسانيو ام بورتش عايزة تقوله الله يخرب بيتك دي فلوسي انت بتعمل ايه no the law is the law القانون هو القانون we can't forget that من انطرش الانساء مو من شوية ما كانش عايز يمشي مع الرحمة اعطله لا لا بالقانون بقى حبيبي you can have only a pound of antonio's flesh بس ممكن تاخد كيلو اللحمة بتاع انتونيو and you must risk losing your life when you ticket خلي بقى ما تخاطرشي وتفكت حياتك انت ممكن لو خدت اكتر من كده وقل من كده حياتك تروح then the merchant can keep his bound flesh and his money i don't want them خلاص ياعم خلي ياخد اللحمة بتاعته ويالله مش عايز فلوس انا مش عايز حاجة and with an angry look on his face he started to leave the room بدأ يغادر من الغرفة but borsha called after him ندت عليه wait there is another law تعالى فيه قلوم تانى الحكاية that we mustn't forget من الدرش ننسى if anyone plan to take the life of venetian men لو اي واحد كان بيخطط ان هو ياخد اي حياة من حياة او بيخطط ياخد حياة واحد من فينس half of all that he must go to that man نص ما يمتلك يروح للرجل ده and have to the government والنص تانى للحكومة بتاعت فينس and the duke can't punish the criminal وكمان الدوك يجي يعقبك يعقب المجرم and any way that he wants what that to me طب وده يعني ده بالنسبة لي ايه from what i have seen من اللي انا شفته you planned to take antonio's life انت كنت عايز تاخد حياة انتونيو so you must now lose half of everything نص كل ما تملك that you have to the merchant هاتروح لانتونيو and have to venice والنص التانى للفنس you could lose your life too انت حاتك كمان ممكن تروح go on your knees انزل على رقبتك and ask for the duke's mercy وانزل اطلب الرحمة من الدوك so shaylok went on his knees shaylok you must go to antonio نص ممتلكاتك رحل انتونيو and have must go to the government on venice والنص التانى هيخش لحكومة فينسيا nooo nooo cryt shaylok قاعد يساع ويعيط لا لا if this is how things go please take my life لو حصل معايا كده لا خدوا حياتي احسن you take my money انت داخت فلوسي my house منزلي my business with garthy if i have nothing to live on لو ما عنديش حاجة عايش عليها then i prefer to die انا هموت can you show the moneylinder some mercy to merchant ask bertia انت ممكن تظهر بعض الرحمة للمني لندر ايوها التاجر bertia بتقول انتونيو ترحم من المني لندر فانتونيو راجل بزنس مان راجل جنتلمان كمان yes i can i don't want my half of all that shylok has مش عايز نص اللي عندي shylok but he must stop being greedy لازم يوقف ومعتش بقاشع and mean ولاقيه شخص وحش and from this day ومن يبده and when he dies when he dies he must give all that he has to his daughter هو كان حلم بنته من مراس لا يدي الفلوسه لبنته اللي اسمع جيسيكا and her husband lorenzo and if shylok doesn't agree to this ولو shylok مش موافق علي كده then he must die at once لازم يتقتل دلوقتي are you happy with this moneylinder برتشا العمنا في ساعة محامية موافق انظر shylok ايوه موافق now can i go ممكن امشي wait برتشا بتقول استنى then she spoke to nerissa كلبت مع nerissa لعمل نفسها كليرك مساعد محامي بربير طلعيني الورقة كده وكتبيني الكلام ده for shylok to sign عشان يوقع عليه at once shylok felt deathy حسنى دماغو دايخ when he heard this i'm ill and i'm tired can i go home send the paper to my house and i'll sign them بعتوني الورقة ده على البيت وانا امضيها the duke agreed to this the duke وافق عليك the duke ده يعني زي الملك بتاعهم وافق ان shylok left the trial المحاكمة was finished الحمد للانتهى everyone has the what they deserve it كل واحد اخذ ما يستحق shylok was punished shylok اتعاقب جميل جدا and antonio was free man بقى رجل حر once again can you come to dinner with me doktor baltazor ask the duke اللي عامل نفسها doktor baltazor المحامي ممكن تجي تتعشى معنا no i am sorry answer portia my clerk and i must return to badua tonight لازم انا والسكرتير بتاعي لازم نغادر نروح مدينتنا اسمها badua we must leave soon very well antonio you must ask this young lawyer for helping you in the trial واشكر هذا الشاب المحامي اللي انقذك من محاكمة with that the duke lives وبعد كده الدوك مش هغادر افضل ردوك هتجن وبعد الدوك ما غادر بسانيو and antonio went to speak to doktor baltazor بسانيو and antonio راح عشان يتكلموا مع المحامي بسانيو didn't recognize بورشا in here man's clothes تخيله وقف قدام مراته هو مش عارف مراته لانها لابس هدوم رجل my friend i and i have three thousand gold coin here that were owed to the moneylender انا وصاحبي هنا معانا 3000 قطعة زهبية كان هو مديون ليهم من المانيلندر please take the sum of money خدي المبلغ من الفلوس دي for your help انتونيو اللي بيقول كده but purchase answer جاوت وقيد له no thank you اشكرك i did what i did to help you اللي عملت ده عشان يساعدك not to be paid مش عشان اخد فلوس but we must give you something بساني بيقولها بقى عمالة فيها بقى الرجل بقى ايه جامد بس لازم نجيب لك اي هدية very well عايز هدية then you antonio can you give me the gloves that you are wearing ممكن تجيب لي الجوانت اللي في ايدك ده and you بسانيو وانت يا بسانيو can you give me that ring in your finger تجيب لي الخاتم في ايدك الخاتم ده اللي هي كانت تتهوله في الفرح وقالت له لو انت ما تقلعوش من ايدك ولو انت لعت حبنا هينتهي انتونيو على طول give بورشا his gloves at once ادالها الجلابز اللي هي جوانت but بسانيو فلت بسانيو حسب ايه very bad about giving his ring to the young lawyer حس لا لا هدلها زي الخاتم this was the ring that borsha gave me ده ده الخاتم i promise never to give it away انا وعدته عمري عمري ما قلاقه من ايدي it's only a cheap ring انتونيو قال له انتونيو قال له ايه بسانيو قال له المحامي ده خاتم رخيص can't i give you something better هاجب لك حاجة اخلا من كده no i want only that ما ليش دعوة انا عايزة الخاتم ده انسى بورشة بس طبعا عملي فسانيو محامي but it's a ring from my wife ده من my wife مرات اللي قدتهولي i can't give it away away مفعش غلعة من ايدي i'll buy you the most expensive ring in venice هاجب لك بقى احلى خاتم في الدنيا سيب لي بس الخاتم ده and give that to you instead بدلا من if you want no you want لا you don't want to give that ring to me انت مش عايزة يديل الخاتم ده do you مش كده your wife wouldn't be angry with you for long if you told here what i done to deserve the string مراتك مش هتسعى منك قوي لما تعرف انا انقصت صاحبك ازاي but enough of this good boy والله مش عايزة منك حاجة بانا يمشى with that بعد كده بورشة ونرسة غادرهم طبعا لابسينهم هدوم محامين and started to walk down the street وبدأ يمشوا في الشارع the night is a young lawyer's right he deserves the ring انتونيو بيقول له صاحبه المحامي ده على ثواب هو يستحق الخاتم ده he saved my life هو انقص حياتي didn't you مش كده your wives is good a good woman مراتك عفكرة ست طيبة she will understand هتفهم بس انيو فلت بات about not showing how grateful he was to the young lawyer كان زعلان ان هو مبانش ان هو ممتن وشكر المحامي ده so he took بورشة's ring from his finger امقل على الخاتم بتاع مراته and he called Gatiano to him قل لي يا جاتيانو روح دهول ونش عايزينه run after after young doctor balsasar he said and give him this ring روح دلو خاتم ده قل لي يا جاتيانو took the ring خات الخاتم and run after borsha and nurse وقل لي وراهم he found them at the house where they were staying in venice روحوا في المنزل هم كان عادي فيه في venice they were preparing the paper for shaylock to sign بيجاهزوا الوراء عشان shaylock يمضى عليه and they were still wearing men's clothes كان لسه لابسين ملابس راجل بسانيو قل لي يا جاتيانو بقول لهم كده thought better of what he said فقر احسن and he wants you to have this وقال ليك تفضل اخوة الخاتم ده سيد جاتيانو putting the ring into borsha's hand ودالها الخاتم في ديها he asked you to dinner with him and antonio this evening to to celebrate this way trial went وطالب منك كمان طالب او بتكلمه بان هو روجل طالب منك ان انت تيجا على العشا ويعزمكو على العشا يعنو كده بعد المحاكمة say thank you to basanio اشكر لنا basanio جدا for the ring على الخاتم and for the invitation وعد دعوة سأخذ الخاتم ويأخذ الخاتم بساعاته and please و لو سمح tell him that i am sorry but i can't come to dinner with him مش عرف هاك المعال العشا with him this evening because my cleric and i are leaving venice هنغادر النهاردة انا والسكرتير بتاعي i'll give him the message هتدود الرسالة answer and now can you show my cleric where shaylok's house ممكن بقى توري طبعا هما عملوا كده بقى ايه ربسوا المعلم ايه اه الفيلم المصرحية بتاعت اه انتونيو كده كده بسانيو اه خاتم اتاخذ منه الخاتم بتاعه لسه بقى كمان ملاته هتشتغل ودلوقت وشوف هتعمل معه ايه ممكن توري بقى السكرتير بتاعي مكان بيت shaylok هياخد الورقة دي ويوديها للمني لندر عشان يمدع عليه اللي هو shaylok ويرجع لي تاني of course غاتيانو قال له اه and he talk ماشي جنب امراته ومش عارف at once to the house طبعا عشان هي لابسة الهدوم راجل راجل متنقرة on the way there نرسة بكتو غاتيانو نرسة باتت الكلام غاتيانو هتشتغله بقى I've done a lot of work على فكرة انا عملت شغل جامل جدا for your friend عشان خاطر صاحبك the merchant antonio التاجر antonio بري برينج the agreement انا عاد تحضر الورق for shaylok to sign an عشان يمدع عليها no time at all it was a lot of writing كان في كتابة كتير and we are very grateful وحنا كن فرحانين to you for it وحنا ممتنين لك والله العظيم كتر خيرك can you give me something can i give you something for your hard work اجيب لك اي حاجة عشان شغل ده عشان شغل ده and so to thank the young man for his hard work and so to thank the young man for his hard work خدوا مركب وطلوا على فينس a coach and the horses العربية بحصان والحصانة بتاعتهم دي come to meet them when they arrived at the sea بعد ما وصلوا عند البحر عدوا البحر sure to take them to Belmont and the coach وصلوا عند Belmont بقى في الكوتش في العربية بحصان ديت they talk of هم خلعهم their men's clothes ملابس الرجالة and put on women's clothes again ولبسوا هدوم نساء مرة اخرى when they arrived at Borchia's house ولا مصلوا البيت بورتشا it was very late الجو كنا متاخرين جدا when they arrived at Borchia's house it was very late and the silver moon was high in the black night والأمر كان طالع في السماء look at the moon بورتشا بتقول كده how beautiful is it يا له من أمر جميل how beautiful is it لورينتو عندي جيسكا لورينتو و جيسكا ليه جيسكا دي بنت شايلوك كان قاعدة في البت هناك مع جوزها hearing voices in the garden came with a candle game بشعمها and they met them at the door وقبلوهم عندي الباب welcome back to Belmont مرحبا بكم في بولمنت مرة أخرى زي سيد هم قالوا كده كان معاكم مستر مكدي شابتر سكس The Merchant of Venice شكرا جزيلا لكم